بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية وخاصة زراعة الخيار اهلا وسهلا بحضراتكم وفي الاستجرام اللي قدامنا ده هو او رسم البياني قدامنا ده هو بيوضح تأثير ماء الري او جودة ماء الري من حس الملوحة على انتاجية نبات الخيار تمام فالمحور الرأسي ده هو اللي هو المحصول النسبي والمماء والافق ده هو درجات الملوحة المختلفة اللي شايفة من اول واحد وسبعة من عشرة لحد اربعة واثنين من عشرة كل ما بتزيد الملوحة بتاعت ماء الري بيقل المحصول الكلي تمام او المحصول النسبي يعني تمام تمام وكاتب لك على المحور الرأسي ده هو تأثير او الاي سي اللي هو او توصيل الكهرابي او الملوحة يعني بتاعت الموجودة في الريجيشن ووتر او ماء الري تمام والواحدة بتاعتها الدي اس على ايه على الام تمام طيب الاسي عندك هية كل ما بتزيد من اول واحد سبعة من عشرة اتنين اتنين من عشرة اتنين تسع من عشرة اربعة واثنين من عشرة تمام المحصول عندك اوة من صفر لحد مية عند واحد سبعة من عشرة مدياني محصول تقريبا تسعين في المية تمام او تسعين عند اتنين واثنين من عشرة مدياني تمانيين عند الملوحة ما زادت اوة بقت اتنين وتسع من عشرة مديني ستين طب الملوحة زي ده او اربعة واثنين من عشرة اي سي مديني كام مديني اربعين تمام والنسبة طبعا قليلة جدا تمام او غير اقتصادية خالص ما نزرعش فيها تمام طيب انا واحدة يقول لنا مش فاهم الاي سي دي طب ما اللي بتفهمها يقول لها بفهمها بالاي بي بي ام تمام او البرت بير مليون جزء في المليون يعني تمام فهقول له اضرب الواحد سبعة من عشرة ده هي في ستمية واربعين او اضرب الاي سي اي اي سي الواحد سبعة من عشرة اتنين واثنين من عشرة اتنين وتسعة من عشرة اربعة او اتنين من عشرة اضربها في ستة واربعين اي رقم فيهم في ستمية واربعين هيدي لك البي بي ام على طول تمام هتقول له ستمية واربعين دي ايه كبر دماغك مكش دعو بيها هي لتحويل بتاعها كده وخلاص عشان بس ما ندخلش في قصة طويلة يعني مول طويل شوية تمام فهتضربها في ستمية واربعين هتديك البي ب machen. بالنسبة للراجل بقول لك يعني الواحد سمعة مع عشرةة دي تقريبا كان لو ضربتها في الستمواربعين هتديني الف تمانية وتمانين ب ب ام. عند الالف وتمانية تمانية وتمانية ب ب ام المدياني المحصول كان كام كان تسعين. طيب الاثنين واثنين من عشرة لو ضربتهم اه في الستمواربعين تقريبا اديني الف وتلتمية الف واربعمية في الحدود دي الرينجي ده. آية اللي يعني تقريبا وصلنا الالفين بي بي ام او جزء في المليون هتديني كام المحصول بتاعها واصل لستين في المية طيب اربعة في ستة باربعة يعني الفين وخمسمية تمام او الفين وستمية بي بي ام او الفين وسبعمية لا الرنج بقى اربعين في المية من المحصول واده طبعا غير اقتصادي من مرة المهم بحذرك من ان مية الرأي عندك ما تزدش باي حل من الاحوال عن الواحد وسبعة من عشرة او ما بقوله يعني الف تمانية وتمانين انا بقولك لا المفروض ما تزدش عن تمنمية عشان تدي محصول محترم ليه يا جماعة لان انا اصلا المية اللي انا بروي بيها لما باجي اسمد من او بضيف املاح بردو يعني انا بضيف املاح بردو لما يكون عندي المية فيها الف بي بي ام تمام واضف لها انا كمان الف بي بي ام يبقى الفين بي بي ام يعني كتيرة مش قليلة تمام اصبح الموضوع كبير قوي تمام فناخد بالنا من القصة دي الراجل بقولك مصدر الاملاح مش لازم بس يكون مية الري مصدر الاملاح يكون في مية الري ولو كان في التربة يبقى زاد الطيم بلا ومية الري بتختلف السقي بيها او الري بيها في درجات الملوحة بتختلف على الارض اللي هدروا بيها يعني الارض لو عندك رملية ممكن نسمح بالواحد وسبعة من عشرة واللي اتنين واثنين من عشرة اللي هي الفين جزء في المليون المحصول هيقل ولكن الارض الرملية جماعة بتغسل المسام بتاها تواسعة بتغسل الاملاح فيها تمام وفيها خمول في النشاط الكيميائي ونشاط الكيميائي المهندسين الازراعين يعرفوه يعني المزارعين مش عرفوه قوي اما الارض الطينية نشطة كيميائيا يعني بترتبط بالاملاح اللي انت بتحطها ولذلك بتوقف الاملاح فيها بتتغسلش الاملاح بسهولة من الاراضي الطينية تمام طيب في الحالة ديت لو انا بروي بقى بمية اه بالوضع دهوت يبقى ايه الحل لو عندي المية زايدة وايه لو اللازم بقى او البرد بتاعي ملح او انه انا بقى لازم يعني ما عنديش الارض اللازم اقيم عليها بيت محمي اه او ازرع خيار طب الحل ايه يا جماعة عندك شوية حلول اول الحلول دي ان حضرتك ان حضرتك يعني بقدر الامكان تحط مادة عضوية المادة العضوية بتقلل من الملوح دي رقم واحد تستخدم الهيوميك اسد الهيوميك اسد بلفة طويلة كده برضو مش عايزين ندخل فيها بيخفف من الملوح مزيل الملوحة اللي بيحتوي يا جماعة على الكالسيوم لان الكالسيوم سنائي والصوديم وحادي برضو بيغسل لنا ايه بيغسل لنا نسبة كبيرة من الاملاح يبقى كل اسبوع احط ايه ماء اه او او مزيل الاملاح تمام اللي بيحتوي على عنصر الكالسيوم في معظمة او كله كده تمام طيب او ممكن استخدم يا حضرات اللي هي الخيار المطعم على اصول بتتحمل الملوحة باصول برية بيجبوها وبطعمه على الخيار وبيبقى اه عليها اه وبتتحمل الملوحة عندي تمام اه كمان الحل بقى الامثل ان انا كل سنة طالما بازرع في اراضي ملحية او اه او او بروب ميا ملحة يبقى اه اه كل سنة باضيف جبس ازراعي عندي كده على المسطبة باضيف جبس ازراعي مع كابريد وبقلبه مع المادة الاعضوية وابدي مياه كويسة اخمرهم في بعض كده ده بيزبطي كده الارضي. وابدأ ارش التسميد الورقي. تمام? اخف التسميد بقدر الامكان. ازود المية بتاعت الري. ليه? لان كل ما بزود مية الري اعجي. يعني احط كمية مية قليلة مع املاح امورها مش هتبقى مزبوطة وهيزيد تركيز الاملاح. ازود عم عدد مائرات الري. وده ما يضرش يا جماعة لان المية نفسها فيها نسبة املاح عليه. وبالتالي النبات هيسمح بحد معين من امتصاص المية دي. والباقي ملهوشت دعوة بيه لان هو ايه? لان هو املاح. تمام? والحل الامثل لو قدرت اساسا تبعد عن القصة ضهيا تمام? وتبدأ يعني بعدت تبعد عن قصة الاملاح الزيدة دي انا انصحك بانك يعني تبعد عنها. اما اذا كان الاسعار بتاعتك مناسبة والمنطقة او الدولة اللي انت فيها كويسة بالنسبة للاسعار والمحصول ده هوت يعني التمانين في المية محصول او السبعين في المية محصول آآ بالنتيجة لزيادة الاسعار هيغطي ازرع ما فيش اي مشكلة خالص تمام? لو خدت الاحترازات ده هي تجبس زراعي مع مادة عدوية مع كبريت زراعي حطيت في الخدمة كل اسبوع التزمت بانك انت الملخص بقى التزمت بان حضرتك تحطها يومك اسد لو التزمت بانك تحط مزيل ملوحة لو زودت عدد عدد مرات الري وكترتها في اليوم اكتر من مرة ودي حالة خاصة ما تتنقدش مع اللي انا بقوله قبل كده لو حضرتك قدرت تخفف التسميد الارضي وتبدأ ترش ورق كتير عشان تخفف التسميد في ماء الري لان التسميد في ماء الري برضو املاح يعني بيزود هتكون امورك افضل وافضل وافضل ان شاء الله تعالى وامورك تبقى كويسة جدا والاعراض اللي انت بشوفها في الفيديو ده هي الاعراض اللي هي اه بينة على الاملاح في الخيار اه دي الدرجات الملوحة اللي بيمشي فاها الخيار والموقع موقع اجنبي انا ما بجيبش حاجة من عندي اه حياكم الله وشكرا لحضرتكم السلام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة